اشتركوا في القناة كل ما يخص هذه القدم المهمة جدا معنا الدكتورة رانيا السيد استشارة للاجة الطبيعة سبنا بالطب الأسر العيني بسعر خير يا دكتور رانيا أخبارك إيه دكتور رانيا يعني موضوع القدم السكري داي ممكن بقى أنا كده كم سنة حاجة بسيطة لسه ابتدينا نتكلم فيه لكن زمان كان بيحصل بتر للقدمين وما كانوش عرفوا إيه الأسباب وفاجأة قولك أصلها جالها غير غيرينة عارفة زمان بقى والأفلام بتاعت زمان معايش أنا بحب أتكلم دايما بالعمي وبالمعلومات اللي الناس تفهمنا بيها أيوا والحد دلوقتي والحد دلوقتي القدم السكري يعني مش ناس كتيرة دخلة فيه يعني في علاجه وبيوصل ناس كتير نحنا عشان إحنا في الفيلد فبنشوف ناس كتير بتوصل لكده لو ما تلحقوش وتعالجوا صح إحنا نقف عن الجملة دي إن كتير جدا بنسمحها من الدكاترة بس بيبقى تستوليت بالضبط بالضبط تيجي تقول لنا أنت إزاي سايب رجلك كده طول الوقت ده صح كده بالضبط كده طيب خليه بقى نعمل فلاشباك ونروح من الأول بالضبط يبتدي إزاي أي ستة عندها سكر أو أي رجل عنده سكر يبتدي يعني إزاي بقى الرجليه وعشان ما نوصلش للمرحلة دي وتقول لنا بقى كمان وهندخل كمان للي برضو عشان يبقوا معنا مشاهدينا إيه الأخطاء الشائعة إيه الحاجات الغاطة راحة بنعملها ممكن توصلنا لسامح الله للمرحلة دي تمام أولا السكر هو عبارة عن اتراف عملية التمثيل الجزائي للكاربوهايدرات نتيجة لنقص إفراز الإنسولين أو مشكلة في العمل بتاعه نعم تمام دي في البداية طيب الأول يعني إيه قدم سكري يعني إيه كلمة دي وجات منينه وبتحصل ليه بتحصل لأن الناس اللي عندهم سكر دوا في عندهم مشكلة قلنا في التمثيل الجزائي للكاربوهايدرات تمام فإذا الجلوكوز اللي موجود دوا بيتحول لمادة اسمها السوربيتول المادة دي أول حاجة بتدخل تعملها تعمل تلف الخلايا العصبية تمام يعني اللي عندهم السكر بيبقى أصلا عندهم سوق تغذية يعني نسميها يعني أن التغذية ما تصلش ما هو لو هو بقى مش منظم أكله ومش ماشي في السكة بتاعت تنظيم الأكل الإنسولين في الموعيد بتاعته بالضبط هي كلها سيركل واحدة طيب بندخل بعد كده نقدر المعلومة لنفهمها أن السكر بيأكل الأعصاب بيعمل تلف في الأعصاب وبيأثر على أهم حاجة لسببة التلف ده إيه لما يكون السوربيتول ويكون النقص الأكسوجيني الواصل للخلايا ده بيعمل مشكلة بيعمل ديق في الأوعية الدموية تمام والمشكلة أنه ما بيعملش ديق دوا في الأوعية الدموية الكبيرة اللي هي السيستاميك اللي هو لو أنت خدت أي دوا ممكن يحسنك الأوعية الدموية دي لا بيعمل مشكلة في الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الدقيقة اللي هي حتى الأدوية اللي بتتاخد بالأورر عن طريق الفم ما بتجيبش نتيجة فيها لأن الأدوية كلها بتشتغل على السيستاميك سيركيليشن اللي هي الدورة الدموية العامة مش الدقيقة والدقيقة هي اللي بيبقى فيها المشكلة طيب تمام يبقى هي كمان بيصاب الشعيرات الدموية الصغيرة أو الدقيقة جدا اللي هي مش الكبيرة نقدر نعليجها بسهول بالزبط طيب إيه اللي مطلوب من مريض السكر أول حاجة العناية أول حاجة هناخد منها العناية طبعا بالأكل والشرب دي يعني نمبر ون لأن ما ينفعش أن أنت تبقي عندك سكر وتبقي مش ملتزمة في أخذ موعيد الجرعات بتاعت الأدوية ما ينفعش أن ينسي بقى كل حاجة عايزة تاكلي حلوة تاكلي في الوقت اللي أنت عايزة عايزة تاكلي أكل كتير بقى رز ومقارونة ومشويات بشكل مبالغ فيه لأن دي كلها في الآخر كربوهيدرات وفي السيركل بتاعتها جوه الجسم تتحول لجولوكوز فهندخل في نفس المشكلة والعلاج حتى العلاج اللي احنا بنقدمه احنا عامينه طريقة علاج جديدة في العلاج الطبيعي المشكلة دي أنا عاملة فيها رسالة الدكتورة بتاعتي طيب ده حلوة قوي من عشان كده بقول دايما كل يوم بنحاول نجيب الجديد والجديد في الأبحاث وعلم الحديث طيب قولنا إيه بقى الجديد في الموضوع احنا زي ما اتفقنا أنه فيه إلتهاب الأعصاب الترفية لمرض السكر دون بيحصل نتيجة دي في الشعيرات الدموية إلتهاب الأعصاب الترفية لليدين والقدمين ولا القدمين دايما فقط الإحزاس السكر بياخد شكل جوانسي في الإيد وياخد شكل شراب في الرجل وياخد شكل شراب يعني ايه يعني ايه يعني أنا دلوقتي ما اجيش تيكي ايه شكل التنميل اللي أنا حساية دون بياخد بيأثر أول حاجة على الإحساس عندنا نوعين من الإحساس إحساس سطحي وإحساس عميق في الجسم اللي عنده سكر بيتأثر النوعين دولة من الإحساس يعني أحيانا بيلاقي فيه ناس إصابعها مثلا بتتني الوحدية وتقدرش تفردها بصدي هو إحنا الترتيب الأعراض في الأول بيحصل إيه تنميل تقلي في الإيد أو في الرجل فقد للإحساس دي مرحلة متأخرة رابع حاجة بقى يبدأ يحصل التقرحات لا قدر الله لو إحنا كل ده إحنا مش مهتمين بالأعراض دي وهي دي أصلا المشكلة الكبيرة بتاعت القدم السكري إنه أعراضها ما هيش بداية أعراضها ما هيش مفزعة بمعنى إيه أنا حاسة بشوية تنميل أنا حاسة بشوية تقليف رجلي وإحنا عندنا العيان تلوما أن أنا ماشي على رجلي يعني والدنيا ماشي مدام أنا لسه على رجلي فماشي أول ما رجليا خلاص فدايما الحالات دي دعيب إنه المرض ده طريقة بدايته يعني طريقة مخيفة مخيفة بمعنى إيه إن هي سهلة زيادة عن النزوم فالواحد ما بيكتشفش غير بعد ما يكون إيه حصل خلاص القواعية الدموية تقفلت تماما تماما يبقى ندخل بقى في السكة التانية اللي هي اللي قدر الله اللي هي الغرغرينة والبتر والكصة دي لأنه ما القواعية الدموية اللي بتدي هتكون في الحالة دي تقفلت تماما طيب خليني ناخدها مرحلة مرحلة وما نخوفش المشاهد اللي عنده السكر بزاق طيب دلوقتي أنت بتديت تحس تنميل تنميل ورجليك كهرباء كهرباء يقولك فأنا بحس بحاجة عصب كده حاجة نار بتكفل المكان بتاعها قلنا إيه في الحتة اللي بتبس فيها الجوانتي فيه الجوانتي والشراف ده المكان بتاعها حد معقول كده هيحس بتنميل هيحس بكهرباء هيحس بألم حس بوغز كأن فيه دبابيس كل دي الأعراض المبدئية يعني من إيه مع العراض المبدئية يجري عالدكتور بيم بقى العلاج الطبيعي ولا دكتور السكر بزبط إحنا لا إحنا كلنا هنشتغل مع معد كتيمورك واحد لأن زي معرفت في أول الحلقة فريق عمل متكامل قلت إيه أنا مثلا بدأت مع طريقة العلاج اللي إحنا هنتكلم عنها نعم لو هو السكر بتاعه مش مظبوط فالأكسوجين هيروح للأوعية الدموية قليل وهتبدأ تتقفل الأوعية الدموية دي نعم وهتبدأ ما تضخش دم كويس نعم لو هو مش منظم السكر بتاعه يبقى أنا بشتغل بفتح الأوعية الدموية في طريق وهو بيقفلها علي من الطريق التاني لو هو مش منظم السكر بتاعه طبعا أنتوا بتفتحوا الأوعية الدموية دي بقى بإيه هنقول بقى دلوقتي آه الأدوية أكيد اللي بتفرج معنا دلوقتي إيه يعني بتعمله إيه أكيد سؤال على بالويا بسي إحنا فيه نوع في الطب الحديث معروف قوي أنا جبت فرسات الدكتورات بتاعتي من بره بنعالج بحاجة اسمها منو كروماتيك انفراريد فوتو انيرجي دي معناها الطاقة الضوئية أحدية اللون نعم الطاقة الضوئية أحدية اللون دي عبارة عن جهاز دي حاجة اسمها زي فوتون لاينت موجود فيه زي زي حاجة يعني حاجات كده بتطلع موجات يعني موجات فوق صوتية هي موجات ضوئية ضوئية أحدية اللون أحدية اللون طيب ناخد عصام قبل ما ندخل في العلاج علو عليكم السلام أستاذ عصام تفضل منفضلك والله أعز أكلم الدكتورة في حاجة استأذنك تعلي صوتك أكلم بس الدكتورة في حاجة سمعينا كيف عندهم تفضل طب منفضلك والله أنا راجل مريض سكر السكر بتجابة تعب بيجي معي حدوده في الفاطر مئة ودسانين والصاين جوزت معي حوالي مئة وعشرة مئة وعشفين طيب الخط تقطع هو كان لسه بيشرح السكر عنده درجاته طيب الجهاز ده حضرتك جبتيه من بره بتعالجه زي بقى بيه الأطراف إحنا بقى بنحط البادات البادسي بتاعت الجهاز لها بادة بتتحط على الأوعية الدموية اللي فيها الضيق زي فيه عندنا شريانين رئيسيين بيبقوا فيهم وهم اللي فيهم المشكلة يعني ايه هما مش لازم نقولهم بالعربي هما البستيطة بيه الأرطري دورساز بيه السأرطري ده هما الشريانين المسؤولين عن المشكلة دي بيتحط الجهاز دوا على الأوعية الدموية دي فيبدأ الهيموجلوبين اللي جوه الأوعية دي بيمطس الموجات دي تمام هيقوم يزود البلاطفلو تدفق الدم تدفق الدم في الأوعية الدموية دي طيب يعني هو بيحفز الجسم بيحفز الدوق ده اللي بيدخل ده بيحفز تدفق الدموية بيحفز الشعيرات الدموية إن فيها المشكلة تمام يعني إحنا قلنا إن المشكلة هنا مش في السيستاميك سيركيوليشن كلها اللي هي العامة لا في شعيرات الدموية معين طيب إحنا قلنا كل مشكلة القدم السكري في الشعيرات الدموية الضيقة جدا الدقيقة جدا دي هي الجهاز ده هو اللي بيوسعها وبيخلي الدم يتدفقه بيخلي الدم يتدفقه بطريقة عامية جدا شنونا نفهم بالضبط كده وفي حاجة تانية برضو يعني ده بيلحق الحالة من الأول قبل ما تقفل خالص إحنا بنسلق ده بصي بيلحقها في حالة إنها لسه التهاب أعصاب طرفية ده بنعرفه عن طريق جهاز رسم توسيل الأعصاب بنقيس توسيل العصاب ونشوف كفاءة العصاب الدقيق تمام وبعد كده بعد كده بنقيس برضو بحاجة اسمها المونوفيلمنت ده جهاز بيقيس قوة الإحساس تمام إحنا في أنهي مرحلة من فقد الإحساس تمام تمام بعد فترة المشكلة دي لو تثبت هيبدأ يؤدي لضعف العضلات بتاعت المفسر لو سبنا الموضوع في الأول ما يبقاش فيه ضعف عضلات تبقى الأعراض زي ما قلت لك في الأول تنميل وحدات منزل بعد كده يبدأ يؤدي إيه إلى ضعف عضلات إيه المفسر نفسه يبدأ عضلات أتده ما يحركش إيده خالص مثلا يحس إن إيده ضعيفة ضعيفة إيدي مش قادرة يعني لو سبت مش قادرة عصفر الهدوم لو مشكلة في الرجل تقولي مش قادرة تشير الشمطة مش قادرة تشير الشمطة تشير حاجة إيلة وأحيانا في ناس يقولك أنا مش قادرة أمسك الموبايل على ودني بالزبط أو ما بمسك الموبايل شوية أي حاجة فيها مجموط زيادة لأنه طبعا الدورة الدموية فيها مشكلة وبالتالي الأعصاب الدورة الدموية دي بتديها فيها مشكلة وبالتالي بعد شوية العضلات كمان فيها مشكلة طيب لو أنا بتديت لحقة لو إحنا بنتكلم بقى خطوة خطوة للي كمان من تابعيننا اللي ممكن يقولك لأنا لنسى وصلتش الحالة دي بس أنا بتديت تحس فعلا دهو حاجة بتشكيني لو إحنا بتدينا من المرحلة الأولى دي دايما الكشف المبكر حتى في سرطنات السادية حتى في كل حاجة يقولك مهم جدا مرحلة العلاج لو بتدينا مشكلة لو قلنا المرحلة الأولى بتتحالوا بنعملها بالجهاز الضوئي ده بعد كده بنكمل عليها بقى مدى الحياة ولا مش هرجع تاني لا إحنا بنعمل جهاز الضوئي ده بنعمل مع حاجة تانية اسمح ده بيعمل إيه علاج للراجل لا ده علاج للرجل عن طريق إنه هو حاجة فعلا بتعمل زي بومبنج زي جهاز الضغط فعلا دي بتزود حاجة اسمحها بمعنى إيه الدم الخارج من الأوردة رايح للشريين ده بيزيد ده جلسة مثلا كلها دي ده الجلسة دي بتبقى يوم بعد يوم بنبدأ بقى على حسب بقى الحالة هي فقاني مرحلة من مراحل اللي احنا قلنا عني على حسب عدد الجلسات بنبدأ تلات مرات في الأسبوع من شهر لحد تلات شهور طيب تمام ناخد معنا تليفون نستأذنك ساما حالو حالو زيك يا ساما الحمد لله لو سماتي ممكن اتكلم الدكتورة حلو اسمك يا ساما شكرا اتفضل اتفضل انا عندي السكر بقى لي 18 سنة انش عندك كم سنة 25 اه شكل صوتك صغير اه 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 انا جاوزت عندي 20 سنة والحمد لله خلفت على طول وبنتي كويسة ما فيهاش حاجة يعني طيب الحمد لله ربنا يدمها نعمة الحمد لله بس انا مشكلة مش عارفة حمجت مرتين بعد كده وكدت الواحدي يعني ينزل الواحدي ومرضي انا حامل وخايشة بقى الموضوع ان ينزل ثاني لان كل قاعد يقولي السكر هو السبب البيبي بينزل البيبي بينزل البيبي بينزل ياساما يعني نزل لوحده نزل لوحده نزل لوحده اه طيب احنا كانت فقرتنا اللي قابل دي على طول ياساما عن الحمل وكما عنا دكتور نسا وولاده طيب انا حولك للكنترول يعني ده بعيد عن موضوعنا انا كنت هسأل برضو على موضوع السكر لأ عشان رجلي انا بتنسعني اه 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 ده موضوعنا دلوقتي اه ما هو بسبب السكر انا عارفة بس مش عارفة عامل ايه في اللي فعاني اللي في رجلي ده هتبدأي يا سما بس طبعا ما تكونيش حامل في الوقت بتاع الجلسات هتبدأي تعملي الجلسات اللي احنا اتفقنا عليها دي بتاع الطاقة الضوئية وحادية اللون اللي احنا اتفقنا عليها دي هتبدأي تعمليها معكم طب والحاجات دي موجودة في اي مكان اكيد سما هتسأل دلوقتي هلا ايه فين الجهاز ده بس هيه هو موجودة بس مش في كل الاماكن طبعا طب اسمه جهاز علاج بالطاقة الضوئية وحادية اللون طاقة الضوئية وحادية اللون يا سما علاج بالطاقة الضوئية وحادية اللون طبعا احنا كمان هنكتب يعني عنوان الدكتورة والمركز وكل حاجة على صفحتنا على الفيسبوك لان ما يدرش نقولها عشان هيبقى إعلان نقولناه تمام؟ تمام يا سبا؟ طبعا تمام معليش بس كالليه سؤال تاني اتفضل بالنسبة يعني عشان موضوع الحمل والسكر اللي عملي طيب الدكتورة دلوقتي قالت السكر يعني لازم تنظم في الأكل والأكل طبعا احنا بنمشي نزام غزائي مع البرنامج اللي احنا قلنا عليه ده يعني والدكتور لسه من شوية دكتوري من نسبة قال ان لازم الفترة بتاعت أول تلت شهور الستة تأكل وتغزة وكده تمام تمام فدي برضو انا مش عارفة وفقها منين اكل عشان الحمل ومنين ما كنتش عشان السكر لا 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 انتي يعني انتي بس فهمها غلط هو الدكتور قال دايماً أول تلت شهور بيبقى فيه وحة موخمة والستة عايزة تنام فغزبا عنه الجنين بيتغزى بعيد عنها يعني بيبقى ليه غزاء خاص جاي من الضغط الدم لكن برضو قال ان التغزية السليمة مهمة انتي مش عشان عندك السكر فانتي مش عارفة تأكل لا خالص هو هو الغذاء البس متوازن وتاخدي الدواء في مواعيده مفيش اي حاجة هتحصل لك خالص لو انتي مريضة سكر بصي يا سامة بتمشي على نظام غزائي ما يبقاش يؤثر على السكر وفي نفس الوقت ما يؤثرش على الجنين بتتبعي برضو مع الدكتور ينظم لك اين هو شكرا على تلفونك يا سامة وان شاء الله تقومي بالسلامة وتبعي رجليك وما تطنشيش وما تهمليش النهاردة حلقتنا عشان انا كان نفسي اسمي المهشات بتاع الفقرة لما تطنش وما تهملش ما تعرفش اضراره ايه طيب احنا اتكلمنا يعني سامة مثلا قالت رجليه بتلسعني ما احنا قلنا بقى تنتمي يعني شو كل واحد اقول لك انا منمل انا بيلسعني انا معرفش يعني كل واحد بيحسار هذا معناها ان احنا بدأنا في التهاب الاعصاب هي طيب وان ديابيتس اللي هو النوع اللي بيجي النوع الاول مش الدرجة النوع الاول ديابيتس اللي بيجي في السن الصغير وفيه النوع التاني النوع الاول بيبدأ يظهر متأخر بتقولي كان عنزي بقالي كذا سنة 15 سنة تقريبا قالت دي بيجي بيبدأ ظهور العلامات متأخر شوية في طيب 1 اللي هو بيجي لهم وما صغيرين لكن طيب 2 بيبدأ يظهر ممكن يظهر مع بداية المرض وفيه أبحاث علمية قالت أنه بيبرسيد الأونسدس يعني ممكن قبل ما يجيله سكر يعني هو لسه عنده استعداد يجيله سكر يبدأ العيال يشتكي من تنميل في رجله يعني التهاب الأعصاب الترفية دون في طيب 2 ساعات بيجي معاه وساعات بيسبقه أو بيبقى قرلي قوي قوي يعني ده بيبقى مؤشر نادة لون مؤشر أو ضوء أخضر خلي بالك إذا يجيله السكر أنت في طريقك للسكر أو طالما أنت عندك سكر اللي هو بعد سنة الأربعين طالما أنت عندك سكر في احتمال كبير نحط دي يعني أسفرست كده أني بي لأن فيه ناس بتشكي جدا من رجليها وتنميله بعد كي يروح للدكتور يقول له اعملي تحليل سكر فمليش عنده سكر لكن يعني إحنا عرفنا بقى أن فيه وارد كمان أني جينا أعراض التنميل بتاعي أعراض السكر بيبدأ قبل بداية قبل إصابتي بالسكر قبل إصابة بالسكر أو تزامنا معه أو تزامنا معه نفس الضفقة اللي هيجيلي فيه سكر تبريجي علينا أستاذ عصاو ألو أيوة أستاذ عصاو ما استأذنك تعالي صوتك نعم أتفضل أنا بس من السماء حادثك كويس عالي صوتك الجلطة ليها علاقة بالسكر الجلطة فين؟ في المخوة أو في الرجل أو فيه؟ لا في الرجل يا فنم في الرجل عندي في الأوردة الجلطة في الرجل طب حددك عملت تحليل عارف في سكر أو ما فيش؟ عن السكر عندي فاطر بيجي 190 أو 195 وصائل بيجي حوالي 130 أو 120 مع كل مرة كده كنت بأخذ دي ماكرون دي ماكرون كنت بأخذ الحباقة كثير على ساعتين ثلاثة من المستعملة تعمل لي دوقة جدا جدا تمام تمام سؤالك وصائل طيب في سؤال عايزة تسألول يا دكتور؟ لا تمام طيب شكرا أستاذ أسان دي فيتي اللي هي الجلطة اللي بتيجي في الرجل ليها علاقة بإني أنظم السكر ولا لأ؟ بص هو التهاب الأعصابي الترفية ليه علاقة بس طالما فيه مشكلة في الدورة الدموية في الجزء ده وارد طبعا اللي يكون ليه علاقة بالموضوع إن هو عنده سكر ذا وارد إن هي تحصل ممكن ده يكون سبب من أسباب الدي فيتي طب خلينا بقد يعني ممكن عسام دخلنا برضو النقطة مهمة إن إحنا نقولها دايما مرضى السكر أحيانا بيجي لهم جلطات في رجليهم أحيانا بيجي لهم يعني انسداد تم تحس إن فيه دوالي دوالي زرق جدا تلاقي الجسم القدم يعني مورمة وعملة زي هدوب يعني ده برضو بيبقى من السكر وزاي الرجل بتوصل للمرحلة دي ما هو المرحلة دي بدأنا بالتنميل بدأنا نسيبها العيان أو أي حط طبيعي أكتر بالوقت مدلد الرجليه وانتي عندك الأوعية والأوردة مش شغالة على كفاءة عالية تمام وعيان السكر مش بس الدورة دوالي دوالي بيبقى فيها مشكلة السيستامك كمان اللي هي العامة برضو بيبقى فيها مشكلة مشكلة كبيرة كل ده في مشكلة فطبيعي أنتي مع حتى من جر ما يعمل حاجة مع الدبندنت بوزاشن اللي هو بتاع الرجلي وإحنا عاديين مدلدلين رجلنا هيبقى فيه عوردة أن الرجلي تورم ده هيبقى وارد الأوعية الدموية الصغيرة دي اللي هي بتظهر زي دوالي ده برضو هيبقى وارد مع الوقفة الكتير وأنها مدلدل رجليها برضو فوضع الجرافتي فوضع مع التجاه الجاذبية نأخذ ليلة علو أيها مساء الخير مساء النور زي كمدام ليلة زي كمدام ليلة زي كمدام ليلة ممكن أتكلم الدكتورة طبعا اتفضل بص يا حباتي أنا عمري 67 سنة وعندي سكر قريبا 15 سنة وبأخذ أراث ماشي عليها بس أنا من سنة تقريبا حسيت إيدي الشمال فيها رعشة بسيطة والأطراف بالزاد دلوقتي زادت الرعشة وتقريبا بقئ من تحت الشمال ده يعني بقئ ده أنا من تحت برضو فيها الرعشة دي هل ده مضاعفات شكر ولا روح مخوى عصاب ولا أعمل إيه طبعا اتسألك سؤالي في حاجة في رجليك لا رجليك عادية بس يعني فيها ساعات 800 بسيط ويفوق تنمية بسيط كل ساعات بتجيني كرامباته في نوم في السمانة في الكنين آه كرامبات في الكنين دي ضرب أدوية وكده لأني بأخذ أدوية كولفترول وضغط وشكر وكده يعني طبعا اعمل إيه روح لدكتور مخوى عصابة للرعشة بتاع تبقي وإيدي لا إيرابية كده إيد واحدة هتحتاج تمام هقولك حاجة هتحتاج تعملي رسم عصاب على الإيد والرجل الأول نشوف سرعة توصيل العصاب عندك أخبارها إيه وبناء على نتيجة رسم الأعصاب اللي انت هتعمليها هيتحدد بقى القرار شكر مدام ليلة على تليفونك بس هي فعلا امتدت بتنميلة فلازم تروح بقى تلحق بس أنا احتاج رسم عصاب برضو على الإيد وعلى الرجل عشان نشوف الرعشة دي هل العصاب بقى إحنا قلنا أنه بيبدأ يأثر على الإحساس وممكن بعد شوية ياخد الموتور كمين اللي هو الحركة فهل الرعشة دي سببها ضعف في العضلات إحنا يريدين نعرف بس إحنا في أنهي مرحلة بس أنا بقولها يعني أنا بشكرها لأنها ماشي الواضح أن مواصبة على الأدوية لأن عندها من خمستاشر سنة وسبعة وستين سنة يعني بقى خمسين سنة لا كويس يا وضح أنها ماشي كويس وكمان كويس أنها لحظة الأعراض دي بدري لا كويس أنها كويس أن احنا يبتدي نفكر يبقى عندنا وعي وإدراك بزبط إحنا حل بالنا في حاجة واجعاني في حاجة بتنمي لأن كنا زمان بنسكت على الموضوع لا والموضوع ده بيقضي المشكلة فيه بقى حاجة كويسة كمان في العلاج في الأمر دوا إنه هو إنسي بتعميه الجلسات دي التأثير بتاعها بيفضل قدية بيفضل عاملها قدية إحنا قلنا على حسب الحالة من شهر إلى ثلاث شهور التأثير بتاعها بيفضل معيك على الأقل سنتين سنتين كاملين الدورة الدموية كويسة يعني علاج لمدة سنتين سنتين ما تسأليش في القصة دي ما لم يحدث حاجة يعني طرقة مثلا حد تعور حاجة حصلت لحاجة زي كده يعني لكن بعد الجلسات دي انت الإفاكت معيكي مستمر لمدة سنتين طيب على الأقل إحنا وقتنا تجري بسرعة جدا جدا بس أنا كنت عايزة تتكلم عن النصايح يعملوا ايه طبعا عارفة لازم يلبسوا حاجة في الليون في البيت والحاجات دي كلها بس احنا نكتب لكم كل النصايح العامة دي على صفحتنا على الفيسبوك خلوني اشكر ضفتنا الجميلة اللي كانت موجودة معنا النهاردة دكتور رانيا السيد استشارة العلاج الطبيعي واسمنا بطب بأصر العيني شوكا يا دكتور نورتينا بوجودك ومعلوماتك القيام شوكا يا دكتور مشاهدينا خلصت حلقتنا لكن اشوفكم بكرا على خير وكل يوم معاكم من الساعة 2 للساعة 3 اشتركت معكم النهاردة امام مختار ودائما معاكم على قناة النجوم اشتركوا في القناة